كل التحرش ليس شيء جديد من طرف الكائن السرحوني في كل مرة تحدث هناك تحرشات من طرف الكائن السرحوني بسوريا خاصة أن سوريا تمر بمؤامرة دولية ما يحدث في سوريا هو عدوان خارجي على سوريا متعدد الأطراف وبالتالي أتصور أن بمجرد اتخاذ طرامب لقراره فيما يخص الانسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني باشرت مباشرة إسرائيل بالتحرش والإفتفزازات إسرائيل ربما هي تريد عن حرب بأي ثمن تريد أن تضيب أطراف في المنطقة بأي ثمن وتريد أن تقحم الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب كما جرى في السابقة